تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وقد رفع سموه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية مستذكرا ما تحقق من منجزات ومكتسبات على مدى العقدين الماضيين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأكد سموه أن ميثاق العمل الوطني يشكل خارطة طريق تقود البحرين نحو مستقبل يسير بثبات بروح الفريق الواحد ويلتف حول قيادته ليواصل تحقيق الإنجاز والبناء ومزيد من التطلعات داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر